بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران تبين لنا وجوب المسارعة في فعل الصالحات والمسارعة تعني المسابقة ولذلك وجدنا في السنة أن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أما الناس في صلاة ثم انصرف بعدما سلم من الصلاة مسرعا حتى اضطرب الناس لماذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الهيئة مسرعا فرجع إليهم وقال صلى الله عليه وسلم تذكرت شيئا من تبر عندنا فخشيت أن يحبسنا هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذكر أن في بيته بعض أموال من الصدقة التبر هو الزهب والتبر يعني الدنانير التي كانت على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي يبين لأصحابه أنه كان في بيته بعض دنانير أخرجت من أجل أن تطعم للفقراء والمساكين وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرجها قبل الصلاة فأسرع بعض الصلاة من أجل إخراجها تذكرت شيئا من تبر عندنا فخشيت أن يحبسنا ومن هنا استفاد الفقهاء وجوب المسارعة في إخراج الزكاة وأنه لا ينبغي للعبد أن يؤجل إخراج الزكاة وأنه لو أجلها عن وقتها أثم لو كان مالكا للمال وممكنا له الإخراج ومن هنا وجب عليه أن يخرج المال في موعده بل أجاز الفقهاء أن يقدم الإخراج عن موعده سنة وسنتين إذا اشتدت بالناس الحاجة وإذا كان الناس بحاجة إلى هذا المال أو إذا رأى من يستحق الصدقة والزكاة ووجد أن ماله لا يغطي كل ما يحتاجه فأوجبوا المسارعة بل المسارعة واجبة في كل عمل صالح فيستحب في الشريعة أن تسارع بالصلاة على وقتها ويستحب في الشريعة أن تسارع بالقيام بفريضة الحج إن كنت مستطيعا فالحج يجب على رأي الجمهور على الفور يعني كل من ملك المال والراحلة يعني الزاد يعني ما يمكنه من الوصول إلى مكة وملك مالا يعطيه لأولاده فترة حجه وجب عليه أن يذهب للحج وإلا أثم لم يخالف في ذلك إلا فقهاء الشافعية فرأوا أن الحج واجب على الطراخ لمن علم أنه سيتمكن من الحج في عام مقبل ومن هنا يفهم أن المسارعة في الأعمال الصالحات فضلها عظيم وأنه يجب على العبد أن لا يؤخر العمل الصالح وأنه يجب عليه أن يقدم دائما فعل الخيرات وأن يقدم دائما التبكير إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى كلما كان مسرعا كلما كان قريب من الله سبحانه وتعالى والآيات تبين أنه من صفات المتقين حينما قال الذين ينفقون في الصراء والضراء فجعل الله سبحانه وتعالى من صفات هؤلاء المتقين الإنفاق على كل حال في حال الوجد في حال الغنى وفي حال الفقر حتى في حال الفقر فإنهم لا ينقطعون عن النفقة وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن خير الصدقة فقال صلى الله وسلم عليه أن تصدق يعني أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر فالصدقة في حال العوز من أحب الأعمال إلى الله عز وجل هذا كله يلفتنا إلى المسارعة في الأعمال الصالحات وقد جاء في معنى هذه الآية آية أخرى في سورة الحديد يقول فيها ربنا جل في علا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا كله يلفتنا وينبهنا إلى وجوب المسارعة والمسابقة وعدم التأخير والتأجيل في كل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المسارعين إلى فعل الخيرات والمسابقين إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ونسأله أن ينعم علينا بالخير كله وأن يصرف عنا السوء كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته